الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كنا منذ أيام نتدبر في سورة الصافات قول الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون هل هذا الكلام كان للصحابة فقط؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد سبقت كلمتنا إذن هذا وعد الله هذا وعد عام أن عباد الله المخلصين وفي قراءة المخلصين هم المنصورون وهم الغالبون وحن ممكن يقول لي منصورون فين بس؟ غالبون فين؟ أنت مش شايف انتصار الباطل على الحق؟ واضح إزاي؟ أنت مش شايف حالة الضعف الشديد اللي أصابت الأمة في كل مكان؟ الأيغور والصين الفلسطينيين والصهينة وكشمير والهند فين بقى لمنصورون وهم الغالبون؟ كلام ده إحنا بنسمعه كل يوم من ناس حوالينا لكن هل بنعرف نرد عليه؟ هناك حرب بين الحق والباطل منذ فجر التاريخ هذه الحرب فيها معارك وهذه المعارك تختلف نتائجها معركة يكسبها الباطل ومعركة يكسبها الحق معركتين يكسبهم الباطل ومعركة يكسبها الحق أما الحرب ككل فهي تسير في اتجاه نصر الحق ونصر عباد الله المخلصين يعني قارنوا لما بدأت الحرب بين الحق والباطل في مكة المكرمة قوة الحق قوة قريش بالنسبة لأنا آسف قوة الحق يعني قوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة القليلين جدا الذين كانوا معه فقراء معظمهم عبيد ونساء ومضطهدين هؤلاء كانوا هم قوة الحق قارنوا قوتهم لقوة الباطل لقوة صناديد قريش كم لكام لا يوجد مقارنة هل يتصور أحد أن بعد أقل من 25 سنة تختفي تماما عبادة الأصنام من الجزيرة كلها ويعوم دين الإسلام هذا كلام كان غير قابل للتصور في بداية الدعوة يعني كان يعتبر ضرب من الخيال لو حد قال هذا كلام كان سيتام بالجنون لكنه حصل هذا هو الذي حدث أثناء هذه الحرب بين الحق والباطل كانت هناك جوالات معارك لها نتائج مختلفة كان هناك شهداء في صحراء مكة سحلوا على الرمال الساخنة الحارقة سمية قتلت قتلى بشعة وغيرها من الصحابة وكان هناك انتصارات كان هناك انتصار ضخم للحق في بدر وثم هزيمة ثقيلة في أحد ثم تجرؤ للقبائل العربية على المسلمين بعد أحد وعشرات من المسلمين قتلوا في يوم الرجيع وبئر معونا ومعاهدة هدنة بشروط مجحفة في الحديبية دي كلها معارك وجوالات نتيجة أي جولة فيهم لم تحدد نتيجة الحرب الحرب كانت تسير من أول يوم بهدوء في اتجاه نصر الحق في الوقت اللي كان المسلمين بيسحلوا فيه على رمال مكة الحارقة وبيقتلوا كان الإسلام يسيروا نحو النصر ورقعته كانت تزيد في القلوب ولكن بالنظرة المادية القاصرة للإنسان لا يستطيع الإنسان أن يرى هذا النصر هذا النصر يعتقد فيه وإن لم نراه في الأفق واضحا ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في غزوة الأحزاب لما تقرأ معايا في سورة الأحزاب قول الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجرة وتظنون بالله الظنون هناك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدة ليه زلزلوا؟ لأن بقى لهم شهر لم يناموا شهر دون نوم يحرسون الخندق من أن يردم من إحدى جوانبه وتحدث ثغرة يمر منها جنود الأحزاب فصارت أعينهم كالدم من قلة النوم وفي نفس الوقت يسمع الجندي المسلم المنهك المتعب وهو على الجبهة مع النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه وزوجته وأخته وابنته يحاصرون من قبل الخوانة بني قريضة الذين حاولوا الاعتداء عليهم والنساء المسلمات قاتلت ودافعت عن نفسها فبالتأكيد زلزل هذا الجندي بالتأكيد الصحابة زلزلوا زلزالا شديدة كما تصف الآية في سورة الأحزاب اسمعوا حصل إيه بعد كده انقسم الناس إلى منافقين ومؤمنين المنافقون قالوا الآية 12 في سورة الأحزاب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا هل الآن نتخذ هؤلاء المنافقين قدوة لنا؟ لا طب من نتخذ قدوة؟ الآية 21 بتقول لنا في نفس السورة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ليه أسوة حسنة؟ هو عمل إيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو والصحابة دلزلزلوا زلزالا شديدا تبقى لنفس السورة نعم زلزلوا زلزالا شديدا لكن اقرأ الآية اللي بعدها الآية 22 ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما تشعر بنبرة الفرح والاستبشار في الآية زلزلوا ففرحوا واستبشاروا خيرا بهذه الزلزلة ليه؟ لأنهم ما كانوا يحفظوا القرآن بدون فهم وبدون تدبر لا كانوا يتدبرون القرآن كانوا يتفكرون في القرآن الآية في سورة البقرة تربط بين الزلزلة وبين النصر يقول تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمانوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب فلما الصحابة زلزلوا في الأحزاب علموا أن نصر الله قريب لذلك لما زلزلوا استبشروا بقرب النصر العرب تقول إنما النصر صبر ساعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النصر مع الصبر والعرب تقول إنما النصر صبر ساعة واحد يقول لي يا عم إحنا بقلنا سبعين سنة صبرين مش ساعة لا ساعة أكثر من عدوك أنت تصبر وهو يصبر لسا ساعة لم تبدأ إنما اللي يتوقف عن الصبر أولا هو الذي يغلب أنا أرى الآن أن ما يحدث من حرب دائرة في فلسطين في كل مدن فلسطين الآن خير لأنه يحدث تميز بين الخبيث والطيب رأينا نعين من العبودية عبودية لله رأينا الإنسان الذي لا يخاف من المحتل ولا المسلح ولا الظالم المدعوم من العالم كله ولا يخاف إلا من الله هذه نوع من أنواع العبودية هناك عبودية أخرى رأيناها عبودية للمال عبودية للسلطان جعلت ناس تبيع شرفها وتبيع دينها وتبيع قبلتها الأولى هذا التميز جيد لأنه تطهير للصف وهو أول طريق النصر بإذن الله الأخصى هو يجب أن نعلم أولادنا دائما الصغار سن سنة وسنتين أن الأخصى هو أولى القبلتين ثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين وستظل حوله هذه الفئة المنصورة من الرجال والنساء المرابطات للدفاع عنه لا يضرهم من خذلهم المهم أنه إحنا نثبت على الحق ولا نتزعزع ولا ننقسم فيما بيننا وندعمهم بكل طريقة ممكنة وقريبا بإذن الله سنصلي في الأخصى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر